وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اتفاقية مع شركة سي أم إي سي الصينية لتنفيذ 1269 وحدة سكنية جديدة في المرحلة الثالثة من مشروع ستر الإسكاني بتكلفة إجمالية قدرها 119 مليون دينار بحريني جاء ذلك خلال اجتماع عمل في العاصمة الصينية بكين ترأسته سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني والسيد وانج بو رئيس مجلس إدارة شركة سي أم إي سي الصينية وبهذه المناسبة أكدت الوزيرة الرماحي أن هذه المرحلة تعد الأكبر من حيث عدد الوحدات السكنية والأخيرة في الجدول الزمني الخاص بتشييد المشاريع الإسكانية في المشروع ترجمة نانسي قنقر